مرحبا جميعا كيف تفعل؟ اليوم سيكون أول فيديو في اليوتيوب والموضوع لكم مشتول هو كيف نستطيع نربحه من الانترنت ونستغلوه في استغلال يفيدنا نشرح لكم على الموقع اللي غنهضر ليه اليوم واللي هو موقع هو موقع اللي عمل في الانترنت اللي هو مضمون مئة في المئة يعني مجرب من قبل انا يعني اي دولار ربحتوه في الانترنت تقدروا تمشي وتسحبوه مباشرة يعني ما كينش فيه كذيب او صارقة او شي حاجة ليست مفهومة كل ما تحتاج باش تشتغل في هذا المجال هو الانترنت اللي يكون عندك اتصال بالانترنت وكما كان عارفو دابا كل شي عنده اتصال بالانترنت اللي يزوين في هذا الموقع هو انك في هاد الخدمة عاماتا هو انك تقدر تخدم من الصانون من الكوزينا من بيت نعاس من الدروج من السطح يعني عمل حر فاول حاجة غتقدر تحتاجها باش تخدم في موقع فايفر هي انك تكون عندك سكيل يعني مهارة سكين بزفت المهارات اللي تقدروا تخدموا فيهم يعني الموقع فايفر فيه العديد من المهارات اللي مطلوبه مثلا الاشياء اللي انا خدمة بها هي الترجمة علش؟ لانني انا من قبل قرأت اللغة الانجليزية وبما انني قرأت اللغة الانجليزية كنت كنت ندير الترجمة من بعد لحظة ان الناس يدعوا خدمات اخرى وليهم سهلهم قدرت انا نديرهم فضفتهم للترجمة ففي الاول كنت كنت ندير الترجمة فقط من بعد ضفت للترجمة سبتايتل او ترانسكريبشن مثلا شخص عنده فيديو وبغير ضوء نص مكتوب وكذلك الماناجليزية تعلمت لها مؤخرا فانا الان اعمل على سير جود المواقع هو ويبسايت وبيج فيسبوك ديال بيزنس فكما قلت لكم كين العديد من الاشياء يعني المهارة مطلوبة ولكن سوف نقول لكم هما الاشياء اللغة لا يكون لديكم مهارة تقدروا تخدمو بيهم حوالي جديش تشونت سوف نضموني سوف نسمع لهم المهارة الأولو واخذ الثاني وانا نقول لكم ما في الأخذ الفيديو الحاجة الثانية اللي خاصة تكون عندك هي اللغة الانجليزية ليس ضروري انكم تكون اكسبرت في الانجليز ولكن تكون عندكم الانجليز يعني الى اهضر معك الزابون او كتب لك نص حول الاشياء التي هو يريدها منك فضروري عليك انك تكون تفهم وانك تعرف ترد على ذاك الشخص مثلا الى كانت عندك مهارة الرسم وكتدير مثلا لوغو ديزاين او اي حاجة فيها الرسم يعني ضروري غاي يقول لك الكونسيبت اذا بونا يقول لك الكونسيبت اللي بغاك ترسمونه فاقصتك تفهم اذا كنتم مهتمين اكتبوا لي في التعليقات نبدأ نديروا واحد السلسلة للتعلم للانجليزية هنا في القناة اذا اذا اعجبتكم الفكرة قدروا نبدأ من السفر فا اذا اعجبتكم الفكرة للتعلم للانجليزية اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله نديروا الفيديو التالت حاجة اللي مطلوبة وهي الصبر لماذا ماشي غي غنصابوا الموقع وغندخلوا وغندخلوا بروفايل سافي غيبدو وصلونا للطلبة لا. ضروري انكم تصبروا اعلم مالبروفايل ديلكم يشوفوه الناس ودابا سافي غندوزو نشوفوا كيفاش نصابوا بروفايل كيفاش دير الفايفر كيفاش كيخدموه فيه كيفاش نقدروا نشوفوه انا وصلتنا كيفاش هالشي كامل لكي نحرض عليكم مرحبا مرحبا هذا هو موقع الرسمي هذا هو الشكل الموقع الرسمي هذا هو الضغط يالو لتجد المساعدة فريلانس أي شخص عنده بزنس عنده عمل أو عنده أي شيء يجي الموقع باش يختار الناس باش يشتغلوا له على البيزنس فالنسبة هنا إذا كان عندكم كونت فايفر كتديروا سينين إذا كنتوا أول مرة كتديروا جويند سواء كتربطوا الأكاونت مع الفيسبوك أو مع جوبل أكاونت وهذا يعني أسهل طريقة باش تغيير كتديروا أكاونت أو كتكتبوا هنا الإيميل ديالكم ومن بعد كاتلكم تديروا الاسم وتديروا باقي المراحل الأخرى يعني بحاله بحال كما كتصيبوا كونت إنستجرام أو فيسبوك ولا أي موقع آخر يعني ما غنضيعوش الوقت فيه وغنضوزوني شنشوفوا كيفاش دير بروفايل ديال فايفر من بعد ما غنصوبوا الكونت وتسعلي وغيبان بحال هكا هذا الأكاونت تيالي أون فايفر فهذا البروفايل أول حاجة هنا في بروفايل كنشوفوا الصورة فكنختاروا الصورة تكون أنصحكم يعني الصورة تكون بشي حاجة بروفاشنو فما تكونش سيلفي أو تكون بحويج للبيت يعني أو ناعسين أو كتاكلو إنو تكون شي حاجة بروفاشنو فأنا جتني هدية أقرب صورة للبروفاشنو يعني لبسة قميجة ديران دادر وهذا كيبان بحال ديسك يعني بحال مكتب ديال العمل وبالنسبة الاسم تختاروا اسم واضح يعني اللي قدروا الناس يتفكروا الاسم ديالكم ورجعوا للعمل معكم فما يكونش فيه رموز أو أرقام أو أي شي بالنسبة لهذه كتبين واش أنكم أونلاين أو راكم ما كينينش وعندنا هاد الأشياء اللي هنا عندنا الداشبورد اللي هو كيبين تقريبا نفس الصفحة وعندنا المسجرز اللي كتنقاسم الجوج نوتيفيكايشنز والإينبوكس بنسبة لك أنا غيوصلكم شي رسالة جديدة أو نوتيفيكايشن جديدة فأنا عندي عندي نوتيفيكايشن جديدة ولكن ما طلع عليش هنا أعتقد لا هي هادي باش كيوصلكم شي عمل جديد هذا عمل جديد هدا عمل جديد أنا غنوريكم فاش كيوصلكم عمل جديد كيفاش كيكون كتجيكم هدا هو الأوردر يعني نوصلني أوردر بقيمة خمسة دولار وفيه المدة ديال يوم واحد فأهنا كي بدي حسبلكم الوقت يعني عندي بقيالي بقى للمدة ديال ثلاثة وعشرين ساعة وثلاثة وعشرين دقيقة وثمنتاش الثانية باش يتصال الوقت ديال هاد الوردر وهذا الشي هدا هو العمل اللي خسني نترجم ومن بعد صافي هذا هو ومن بعد فاش كتسالي وكتخدموا الخدمة كتبركوا على هادي وكتدلوا دياليفر هنا كتدخلوا العمل اللينك ديال لعمل ديالكم او الفايل انك تدخلوه وكتكتبوا بعض يعني الاشياء للشخص دي يشترى منكم الخدمة تقولوا لو رحنا ساعدين الخدمة على اكمل وجه فقط فانا ما زل ما ساعدتش الخدمة ما زل ما بديتش فيها عفا ما غنديرش ونديرها بحركة وغنرجعه كيما قلت لكم هنا الامبوكس وهنا النوتيفيكيشنز مثلا لك انتوا ساعدتوا الخدمة مع شي واحد كتبه لكم بانه خلالكم خمس نجمات وخمس نجمات هي احسن احسن ريفيو او مثلا لك انتوا تعطلتوا انكم محطيتوش العمل كيدلوا لكم ريمايندر يعني تذكير انه بقاتلكم فقط 12 ساعة ويتسال الوقت اوكي هنا كيبان الوردرز اللي عندنا دي وان اكتيف الوردر اللي هو هذا اللي وريدتكم هاد الوردر انا حطيتو خدمته وساليتو بقيمة 10 دولار ولكن الشخص اللي اشترمني الخدمة ما زال ما ابروفاش يعني ما قبلش العمل لانه ماشي اونلاين وهادو الاعمال اللي ساليتهم اللي خدمتهم وساليتهم وما هادو ويمكن 42 عمل وهدا كانسل هذا عمل كان وصلني بقيمة 10 دولار ورفضته فتوصلت مع الشخص وقلت له نديرو كانسل العمل لانه ما كانش من اللي جنغ جيل الاعمال اللي استطيع انني اعملها فمن احسن حاجة قدرنا cancel by mutual agreement وهنا الانالايتك كتبي لكم في الماشين امتى خدمتهم بذيان امتى ما خدمتوش يعني هذي غير مهمة غير بحل statistics هنا العمل يعني ذاك الشي اللي كتربحو كيبال لكم هنا اوكي فبالنسبة لهذا الشي اللي هنا يعني جاهز انه يتحب بالنسبة لهذا الامونت تيال المال اللي انا اشتريت من بها خدمة يعني حتى انت يمكنك تشتري خدمة وخا تكون كتخدم في الموقع تقدر تشتري خدمة من عند الناس اخرين اذا ما كنتش كتعرفها وبالنسبة ل Available for withdrawal يعني تقدر تدوزوا هال بايبل كتفتحوا اكاونت ديال بايبل وكتدوزوا لهذا الفلوس اللي عندكم هنا وبالنسبة للناس ديال المغرب كتقدروا تفتحوا اكاونت مع ومن بعد كتتمشيوا عندهم باش يربطوا لكم الاكاونت ديال بايبل باش تدوزوا الفلوس من فايفر البايبل للبطاقة البنكية ديالكم كتعطوهم 555 درهم وكيف فعلوا لكم هاد هاد العملية فاي فلوس تخيلتو هال بايبل كتقدروا تصفتو هال الكاكتبونكير ديالكم وتقدروا تسحبوها ملقيشة في اي وقت يعني عملية امنة وسهلة وهادو اللي بقوا هنا ماشي مهمين كميونيتي ونرجع البروفايل باش نكملكم شرح فهنا يا كين العدد ديال الريفيوز فكيني الناس كيخليو ريفيوز كيني الناس ما كيخليوش فقط كيقراء كيقبلو العمل كدوز لكم الفلوس وصافي وكيني الناس اللي كيبغوا يخليو لكم ريفيوه هو الفيدباك يعني على العمل ديالكم واش عجبهم او ما عجبهمش هنا كيبان location from morocco member since يعني من امتى انت عضو في هاد الموقع يعني for me انا february 2019 average response time 1 hour بالنسبة ال average response time خذكم تخليوها دائما في 1 hour يعني الى ما جاوبتوش إلا هضر معاكم شي زابون وما جاوبتوش اه فغضون ساعة هذه كتزاد لكم تقدرتولي ساعتين او اربع ساعات او خمس ساعات الشيء اللي هو ماشي من مصلحتكم فإلا دخلت زابون قانتكم من 10 ساعات او يوم واحد يعني one day او two days فما كيتشجعش انه هضر معاكم كيعرف انه ما غيكونش عنده اجابة فورية فكيقلب على freelancer اخر وهنا recent delivery يعني اخر delivery يعني اخر خدمة كانت 23 ساعة وبالنسبة الهنا يعني او كيولي البروفيل ديانك عما كيبانش للمنه فا بالنسبة الهنا الديسكريبشن كتديروا في الاول فاشكتكونوا تصوبوا البروفيل ديانكم كتديروا واحد سمول ديسكريبشن لكم انا غنقرلكم شوية من الديسكريبشن دياني كتديروا من بعد هناك تديروا الجزء اللي تتقنوهم واللي غيشوية مثلا انجليش ديانا فلويند فرنش فلويند سبانش هواهنا الاكاونت اللي ديرين لهم لنك معهم انا ديرها في اسم و هواهنا السكيلز اللي هدرت لكم عليهم فاشكتكونوا تصوبوا البروفيل كديروا كديروا سيليكت السكيلز اللي كتعرفوا لهم انا عندي هنا ترانزلايتر يعني مترجم المراجعة اللغوية او تقيق اللغوي و الفيديو تحول فيديو لنص مكتوب او اوديو لنص مكتوب ثم لدينا السبتايتلين يعني تدير كتابه تحت فيديو او تحت فيلم او سؤال وهنا ادوكيشن و اخرى وهناك اللقاء والجيكز هاد الالجيكز هما الاشياء يعني اللي يبانوا للناس او اللي يبانوا للزبون باش يقدر يختار بالنسبة لي انا عندي هنا 6 ديالجيكز كل واحدة لاش كتهدر فبالنسبة الاولى اللي هي هادي وهي البست سيلر يعني هي اللي كي يجوني من خلالها طلبات ديال الخدمة بسو هدا هو المكان ديالجيكز ثب اغتشوفوا كيفاش كنصوبوا الجيكز فغنديرو create a new gig يعني نصنعوا جيك جديدة كيفاش نصوبوا جيك حتى انها تخرج و يشوفوها الناس يعني كان استدية اللي زي اتاب اللي هي overview, piercing, description, requirement, gallery and then publish انا هنوصل معاكم حتى هنا و من بعض هنحبسو لانا غيكا نحطو صورة من الجالري اخر ايطاب كتكون هي انك تضغط على ok و يتم النشر ديالجيك ديالجيكو فاولا كتكتبوا I will do something اي شي يعني كتعرفوا تديرو او عندكم مهارة ديالو كتكتبوا يعني I will كتكون من عندهم و انتم ما كتكتبوش نيمكن لكم تديرو مثلا نكتبو شي اولا نشوفو الكاتيجوري و هم بعد نختاروه فكين ال Graphic Design Graphics and Design هادي كاتيجوري و عندها السب كاتيجوري ديالها فيهم فيهم مثلا لوجو ديزاين براند ستايل براند ستايل براند ستايل براند ستايل براند ستايل باوستر ديزاين بوك ألبوم كاورز ستوري بوكس سوشال ميديا ديزاين بودكاس ديزاين و امد شي كامل نقدرو نختاروه هنا لوجو ديزاين و ها نكتبو هنا I will design your logo or your page for example اوكي جاست بوفكت اولا نقدرو مثلا نديرو marketing يعني اي حاجة عند علاقة بماركتنج احتى هادي فيها سب كاتيجوري طويلة بزاف كما تشوفوا فيديو ماركتنج ايميل ماركتنج تلقاو سوشال ميديا ماركتنج و اتلقاو فيها الدزاف article blog post resume writing proofreading and editing brand voice اتلقاو white papers translation و اتلقاو بزاف ديال سب كاتيجوري ديال سب كاتيجوري sorry video animation بنسبة الناس عندهم مع الفيديو animation video editing short video ads animated gifts all these kind of things شوفوا شحال كين دزاف يعني ضروري اتلقاو الشيء اللي انتو ما كتابو تديرو كين music and audio تاهي فيها دزاف فيها الvoice over اللي كتبكم مقديلة فيها sinners اللي كتب تدرنيو فكين دزاف programming مهم الى اخري كين lifestyle lifestyle life style هو هات عماني دزاف relationship و الدفاع يجب تكتب اتلقاو relationship و الدفاع تقدمو health nutrition fitness إلاء كسبة قوت أو كتكمو بكسبع الدافئ يعني ما قصد الوزن ازوذة في انتبحت مزانات وا تكبرين بيهز ديالكم وتكبرية بصوريه مزاعات ديالكم اللي اعتقاو من الهوم مهم الى اخري أمني بعد لو لوو كون هي تجاربي Stellen بداخل داين و هنال يعلق داين بسيطه نأمو لعدا امع يديا شاكا هنال سنننجد درايب سيدي في هذا الاشياء قسنا ننجد في التسرق مليها سيدي تنجد الوظو سننجد الدراية حصف الوظوار هناك يعطونا الpeercing هناك نعمرو هذا الشيء هنا مثلا هناك نكتب نفس الشيء كنكتبو premium و هناك نكتبو standard و هناك نكتبو basic موسيقى اشتركوا في القناة 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 الريقوارمنت اللي هو contact me before ordering my service الراق تقولوا لي ليش درتي هذا الريقوارمنت لأنه في أغلب الأحيان مثلا ما كنكونوش available كنكونو عندنا عمل أو عندنا التزامات أخرى وكي يجي شخص وكي يحط مباشرة order اللي ما يمكن لكش ترفضه من بعد يا إما تخدموه يا إما يعني غيقوعو الكما شاكل في الكون ديالك وغام ويعني يقدر يدير له cancel وكيبقى الكتب ما باين أنه cancel فاللوما كتكتب contact me before ordering فالشخص كي يجي كي تواصل معك في messages يعني في ال inbox يهضر معاك إلا كان عندك وقت كي تقول له أوكي يعني تقدر تحط order ديالك ما كانش عندك وقت كي تقول له يعني sorry ما عنديش وقت وكي يقول لك يا إما نأجله أو كي يطلب خدمة عند شخص آخر المهم أنك ما تخليش order يوصل لك وانتا ما تقدرش تلتزم به هنا هيا ماشي دوري نحطو هادي يقدروا تحطو تحت منها شي لينك أو شي حاجة فامل أحسن ما تدروا له keep it simple فوصلنا للأتاب ديال غالوري اللي قلت لكم هنا كتديروا الصورة اللي غتجي في القيق ديالكم على برة اللي كتبان للناس أول شيء كي يشوفوا في القيق ديالكم هو الصورة تختاروا صورة يعني كتتماشا مع الموضوع ديال غيق ديالكم او تديروا فيديو ديالكم كتإنتروديوسيو يعني كتقدموا لغيق ديالكم او pdf اوكي فقام ذبن ما غندخلوا له هادي بحيث هادية آخر ايطاب قبل ما تديروا publish يعني مور ما كتدخلوا الصورة مباشرة كتدغطوا هنا كتدغطوا في save and continue وكي أعطوكم ديروا publish مباشرة باش اللي غيق ديالكم كتولي live كي يشوفوها الناس كاملين فهذا باغن نرجعوا للبروفايل باش نوريكم اللي غيق ديالي كيفاش دايره باغن ندخلوا اللي غيق اوكي اللي غيق ديالي هادا اول عنو اللي حتى تلحف الليول كي ما وردتكم I will كتكون عندهم هما مكتوبة أنزلت لها translate from Arabic to English or vice versa هادي الصورة اللي درت في الإطاب القبل الأخيرة هي هادي بالنسبة للجيك استقدروا تديروا فيهم صور مزيونين صور ديال سيلفي صور كتبانين فيهم good looking باش كتشجا الناس ولكن الصورة للبروفايل دائما تكون professional فهدية description اللي درت انا للجيك ديالي قبلة وريدتكم غي copy paste باش ندوز ذاك النقطة ولكن هدي هي description اللي ديال انا يعني الوصف ديال الجيك ديالي نقرها لكم Welcome to my gig Zohra is here Manual Arabic to English or English to Arabic translation I am a professional English Arabic translator with Arabic native tongue هادي هنا يا I am available يعني فاش كتديروا 24 ساعة الساعة على 24 يعني رعكم available اطول مدة ممكنة فمن احسن تديروا هادي إلا كنتوا 24 ساعة على 24 لديك امر آخر So I am ready for your urgent task يعني هاد الاشياء احد البسيطة اللي كتكتبوها في حالكة يعني كتشجا الناس باش يدخلوا عندكم يعني كيعرفوكم بلعكم كاينين محاضرين خدامين I translate the text with very high accuracy after intensive reading and perfect understanding Your text will be proofread before delivery So here is the description هناك تبت Languages Arabic, English, English, Arabic كيشوفوا الجيك ديالكم كيشوفوا هاد الباكيج اللي ولدتكم قبيلة Basic, Standard and Premium فبنسبة الباسيك أنا دائرة 5$ بالنسبة لألف كلمة ترجمة ألف كلمة بخمسة دولار المدة هي One day delivery اكي بالنسبة لستاندر عشرة دولار ألفين كلمة Two days Premium 15$ 3000 كلمة أول مدة هي ثلاثة أيام ثلاثة أيام ومن بعد كيبالكم هناك كيف صيبتها أنا هناك نفس الشيء اللي ولدتكم في Creating a Geek How to create a Geek كينا هناك ما كنتشوفوا ماشيين بالتسلسل Basic, Standard, Premium دائماً ال-Basic يكون أقل متوسط وهذا كيكون عالي هناك ردود الفاعل بالنسبة للناس اللي شارعوا هاد الخدمة هادي تيالي كينا من الساودية هادي يعني هادو الريفيوز يعني ضروري حاولوا تاخدوا دائما تحاولوا تديروا خدمة يعني متقونة باش تاخدوا خمس نجمات وفيدباك اللي يكون زوين بحيث هاد الفيدباك كيشوفوا يعني الناس الآخرين فاقي كيشوفوا good feedback وكيشوفوا five star كي تشجعوا انهم يخدموا معكم كتر فاول ريفيو عندي هنا ساودية عربية amazing service would recommend وخلاق five stars تانيكين جرماني absolute amazing work she did it fast and on point here saudi عربية also great service quality work extremely recommended five stars also this is united kingdom thanks again هاد الشخص يعني هادي المرة الرابعة اتقيد او الخامسة اللي يشتغلنا مع بعض فاقي كيكون العمل ديلكم مزيان كيشتغلوا معكم الناس المرة الاولى والتانية والثالثة يعني دائما كيبدلوش العامل كيبقوا دائما كيشتغلوا معك وكذلك بحرين clear spot on يعني دائما تحاولوا تاخدوا اعلى standard متخدموا يعني خدمة جيدة في تلك الشي اللي كتفهموا فيه متخدمواش حاجة ما كتفهموش فيها بحيث الناس غايديرول لكم reviews قباحوا ويقدروا يدول لكم آآ نجمة واحدة فا هاد الشي اللي كان اغان رجعوا ال profile صافي بالنسبة لل profile كنضن بان هاد الشي اللي كان بالنسبة للشرح ديال الموقع وكيفاش تخدموا فيه وكيفاش تحطوا اول بقيق ديالكم اه يا جان سو يا جنو كانتم حول تكونوا تشجعتوا بحيلي عندكم موتيفاشن باش انكم تخدموت وليهم يستكليين ذاتيا فا بنيسبة للمهارات اللي قلتلكم يعني حتى لما كانش عندكم مهارات تقدرو تستفتم بشي اشياء بسيطة يني تشي واحد ما يجي يقولي ما عنديش مهارة مؤخرا جت سولاتني بنت هادي غا نقولها لكم وغا نساليه اللي بعتكم بها في الاول الفيديو جت سولاتني بنت يالله بعدها مازالتش يحد مطلب الخدمة ديالك قلت لي عافك واش ممكن تقول لي كيفاش نواللي انت وصلت طلبات بزاف اعطيتها بعض التبس بحالة ديالتتكم دائما تجديد في الجيكس دائما اونلاين تشوفي الناس وتحاول تكتبيت ديسكريبشن ديالك مويندك شي كامل يقول لكم ديري من بعد رجعت واحد النهار قلت نشوف البنية شنو دارت ففاش دخلت انها تقدم خدمة الوصفات المغربية يعني وصفات اطباق مغربية يعني مثلا غايجيش الحيد وصفة الكوسكوس المغربي مثلا فهي غاتمشفة مثلا كوسكوس باصل طماطم وصافر مغتطوروش حل ديالنا اشتروا هاد الخدمة جايلها عشرة ديال الريديو ولكن صراحة بغاف عليها عندها فكرة يعني هي تلقاها ما عندها حتى شي مهارة اخرى ولكن قدرت تطور المهارة ديالا في الطبخ غاتكون كتعرفت طيب ولا فطورت ذاك المهارة وقدرت تحتها تخليها خدمة تقدمها الناس يعني تحترم عليها صراحة أعجبني حرفة الريديو حاطة لها صراحة فرحة ويمكن نسمع أخبار زمانة أنكم تريدوا الخدمة وكل شيء عادي مزيان بالنسبة لهذا الفيديو كما قلت لكم كان أول فيديو ديالي نريد أن نسمع الأراءة ديالكم والفيدباك ديالكم على هذ الفيديو وش أعجبكم الفيديو وش ماجبكم شنو الأشياء اللي خسرت شنو الأشياء اللي عجبتكم قديرت تقديم ديالي الموضوع وش كانت هي هذيك وش هذيك غنكم فرحانة إللقيت تعليقات ديالكم وإللقيت الفيدباك ديالكم ديال أول فيديو ديالي أخيراً إللعجبكم الفيديو وبغيتوا تزيدوا تشوفوا content من عندي سواء اللي قلت لكم على الدروس الإنجليزية اللي غنقرر نديرها إن شاء الله من بعد سواء على أشياء أخرى فما تنسوش تشتركوا في القناة التياري وإلى عجبكم هاد الفيديو واستفدتوا منو ديروا له اللايك وهاتي اللي كله شوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم إن شاء الله باي